ومثل ما أقول دائماً لازم نكتر من اليخاني ومن الوصفات هادي المفيدة على السوشال ميديا ونقفف من الفاست فود ونعلم فيها ولادنا والجيل الجديد لأبل ما نحن ممنع بلبن في ناس بتعملها بلبن وعملتها بخلطة حامض وطومة على زوئة حتعجبكم كتير والكوسة مش مقلية مش شوية وطلعت كتير طيبة أول شيء للحشو بدي زيت زيتون وسنوبر الليون شوية لا يتحمر ورفان على جنب بنفس الزيت بدي نزل بصل مفروم ومقطع صغير ودوجع نزل ملح وفلفل أسود وقلبهم مع بعض لا يخضلهم وبنزل اللحم المفروم يبضلني قلبها لا تنشف ميتة وتستوي بدرجة عليها لسنوبرات اللي قلناهم بالأول وهي كسارة الحشوة جاهزة حالياً للكوسة نقل الكوسيات يكونوا صغار محسوب كون جابوا من أوريا خلصين ما كان لي خلق نور بحشيهم على الآخر لأنه ما فيها رز وبطل هاد الفيديوهات طبعاً هيدا الجهاز الرائع من شركة النينجا يلي في قلبه أكتر من 15 وظيفة وهي دي وظيفة الـ Air Fryer شويتهم الـ Air Fryer مع رشة زيت زيت زيتون بالسبري و15 ديها كان سهل علي الأكل وصاروا عندي جاهزين شوفوا كيف مشوية ومستوية ولا أرواع منها كأنه ألينها حالياً مدي أعمل سوس حامض وطوم وملح فلفل أسود بابريكا ونعنى عيابس وشوية دبس رمان ودحط له شوية مي وصار عندي أطياب سوس عملوها بهذه الطريقة ودعولي فردتم بالصنية الكبيرة نزعت هذا السوس مع شوية مي ودخلتها على الفرن لحتى تغلى ويتعقد السوس وبتكون عندي جاهزة شوفوا مع أرواحها عملوا شير وسيف للفيديو جربوها ودعولي سعيدة